السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم بصطيلة كبيرة بالعجين السحري اللي كنت شاركت معكم المرة اللي فاتت واحد المتتبعات تلبتها مني تمنى ان شاء الله تشاهد هات الفيديو وتفضل معي باشتفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله انا كان عندي غي هدا الميرناء هي اللي استعملت اه تنتها بشوية ديال الحامض شوية ديال التومة وشوية ديال يعني الاعشاب مناسيما اللي كنتعي تكم ودخلتها بخمسة دقيق فقط وهنا احتى الفلفلة احتى هي شوية ها زولت لها هنيا اه القشرة ديالها وغدا نطحنها باش غنستعملها كسلسل هاد المسطيلة بالنسبة بالنسبة الشرمولة غدا نستعمل هنيا اه زنجبيل تاري يجي الديد مني كيكون فخي وهنايا الكركم يلا كان عندكم طريه هي هادي كما كان شانا تكون مش مشكلة استعملوا غي العادي اه استعملت قريبا بزاف انا ديالتو ما كان استعمل مع الحوت انا من بعد ما دقيت كل شي يعني مع القصبر ما احتى القصبر احتى هو دقيت كل شي بالمهراز هادي الصلسة كنا رجحها تنشف مزيان من الماحتة كتولي اه بحل كريم يعني كتولي مركز الفلفلة باش ما اطلقش لنا الماء في في البسطيلة الحشوة وهنا عندي اه الكامون شوية ديالكامون غاي شوية مشي بزاف والقصبر يابس والملح يلا كنت طحناهم يعني اه اما طحنوا اما طقاهم زافي هنا غدا نخلط كل شي ما غنستعملش للحامض اه العصير الحامض غنستعمل حامض المصير عندي نصف حامضة مصيرة اللي كنت شاركت معكم واحد المرة في واحد الفيديو قطعتها قطع صغيرة سافي وغدا نحرك نخلط هاد شرمولة ديالي كاملة اه ممكن ممكن ضيفه شوية ديال تحميره اللي بغيته على ود اللون انا بالنسبة اللي غنستعمل هنا ايا تقريبا عندي كيلو يعني ديال الدنجال اللي قطعته يعني قطعته دوائر والدائرة قطعت على على نصف ودخلتو شويتو في الفرن انا يا مهم انا شويتو بدون اه اه لا ملح لا لا زيت لحت حاجة لان انا غنزيد الزيت من بعد ايلا كنتو ما غنزيدوش الزيت من بعد دهنوهم بالزيت وعد شويهم يعني كتشوهم على نار مرتفعة في الفرن باش كتجي فيهم ذيك النسمة باش كي نشف مزيان يعني بحلقة نشفوه وما كيتلقش لينا المف في الحشوة هناكي شوفتو راني زيت 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 ودبا زيت الشعرية الصينية تقريبا استعملت ميتين جرام اللي كنا نرقدها عيفل ما بارد وما غاديش نشحرها غدا نخليها هكدا ما بقيتش كنشحر اه الشعرية الصينية يعني لاحظت مني كنديرها هكدا اه اولا كتشرب لنا يعني اي سائي اللي بقى لنا في الحشوة وتانيا اه ما كتهراش في الطياب يعني كتبقى اه كتبقى جهية هديك مع الطياب في البسطيلة يالله كتب هنا زيت اه السمك اللي فتتو خليتو بهديك الاعشاب اللي فيه وهنا غدا اه هذا المول يعني وجدت فيه هذك الوراق غدا نستعمل نفس العجين اللي كنت استعمل اللي كنت شاركت معكم المرة اللي فاتت اه هنا اخديت تلاتة دي الخبيزات اللي غدا استعملت الزبدة اللي كيكونوا اللي كنكونوا مزولين منها الحليب مخلطة مع شوية دي الزيت الزيتون زيت الزيتون كي نسملي نبو حدا الشكل رائع جدا يعني المضق يكون لديد بزاف اه احسن من الزيت العادي كت اه كناخدو الزبدة وكندوبوها كنزول منها الحليب وكنخلطوها مع شوية دي الزيت الزيت هي باش غدا نطلقو هاد العجينة هادي يعني هادي غدا تكون دبها ثلاثة الخبيزات هادو غدا نشكلهم على شكل مسمنا من بعد على شكل ملوية اه باش غدا كتجينا مورقة والقاعدة ستكون شوية سميكة ضروري من منستعملوا شوية دي الزبدة باش جينا مورقة يعني لستعملتو غيز زيت الزيتون كتجيكم ناشفة اه فاني قلتها لكم جو حلوة مرة جربت اه ان اه بحال هادشي لي كيكون مورقة هاكده الى طيبناه في الفرن كيجي ناشف الى طيبناه في المقلى الا كيجي رطيطة اه داك شي لكي طيب غيف الفرن يعني لاحظت بان عمليكي نديرو هاكا التوراق ما كتجينش يعني الجودة دي التوراق زوينا بزيت الزيتون كيجي شوية اه لمسمان ولا اي حاجة كيجي شوية ناشفة سافي هنا هدي هي القاعدة يعني باش تكون سميكة شوية باش ما ته يعني ضروري ضروري تكون سميكة سميكة وفي نفس الوقت مورقة هنا قد نحضر منهم زوج واحدة خليتها على جنب واحدة اه درتها لتحت كيف شفتو اذا بهنا يا كنا نسرح غي عجينة عادية رقيقة وكان يعني كن نفس طريقة دي اللي البسطيلة بالورقة العادية غي دا باس تعملت العجين في بلاسة الورقة يعني هنا ما كنا هاد الهاد الهاد الخفيزات اللي كن حضابة يعني كنسرحهم يعني كنسرحهم صافي وكننزلهم كنقنجبد هاكده يعني كنسرحهم غي شي شوية وكنقنجبد مني كنحطهم هاكده يعني سهلة ما فيهاش بالزردية الخدمة انا حضرتها بسرعة ماخدتش ليه الزردية اللوق يعني ممكن تحضروها احتل ضيافة للكم لانه لي ما احداش الورقة لي ما يقدرش ياخد الورقة لان البسطيلة في الاول فاش يالله يعني في الاول فاش يالله كانوا كيحضروها بكري كانوا كيحضروها بالعجين بحلقة ما كانوش كيحضروها بالورقة ومن بعد الورقة تتطور من بعد يعني بسطيلة الطورات واللات كتحضرو بالورقة واللات كتحضرو بالكونافا كل واحد وكيفاش كيحضروها دبا واللات يعني طورات بواحد شكل كبير صار في كيف شفتوها كنبقا غي كنجبد في العجينة يعني كنسرحها غيشي شوية على على طاولات العمل صار في كنحطها وبعد كنبقا غي نجبد فيها انا وخط قطع لكم وخالب قطع لكم شي بلاساس ميكا ممكن تقطعوها وتزولوها ماشي مشكلة ما تنسوش تتحنو بشوية دية الزبدة وصافي انا غدا ناخد الحشوة ما عنستعمل هاش كاملة الان انا نستعمل هاد البسطيلة هذي حضرت على الولداتي غدا نخلي شوية باش غدا ندير به يعني دينام شوية غدا نزوق به وشوية غدا نخلي ها الولدات يديوه معاهم ها في هنا غدا كيف غدا نعود رجع ديك العجينة على البسطيلة ولا بغيتو هاد الحشوة ها دي كافية باش ديكم يعني هاد القياس دي هاد المول هادا في اثنين وثلاثين سنتيمتر يعني كافية باش كاجيكم عالية البسطيلة يعني هاد القياس هادا كاجي عالية كاجي لديدة 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 بزاف هاد بالنسبة الدنجال والفلفلة حمرة رات بزاف دي الاخوات اللي جربو ديك ذاك زعلوك يعني بحلى زعلوك وغوفيزيتي اللي جا لديد بزاف وبزاف دي الاخوات جربوه اه من تم ما باش جاتني الفكرة باش غدا نزيد على غيش ويدي الحوت هذك الحوت كان عندي غيف تلاجة صافي ووزد عليه شو يدي الشعرية الصينية جات رائعة جدا هاد هاد الحشوة ها دي يعني ها دي تاني مرة ونا كنحطرها بها بها الطريقة يعني ما ماشي يلا ها دي هي المرة الثانية باش كن حطرها هاد البسطيلة بها الطريقة ها دي يعني ما تزيدو لها حتى شي حاجة خلي واغيها كده 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 لدي ده بزاف اضافات اللي ممكن تضيفو لها هي تستعملو شي آآ سمك يكون شوية فيه لفرا كتر من يعني من الاحتن ما تستعملوش المغلون انا حت هو اللي كان عديد ديك شي باش استعملته وممكن نعوضو المغلون بالجاج يعني هاد الحشوة ها دي كده آآ المدق ديالها آآ كيتواتى التوابيل كل شي ذاك شي اللي درس كيتواتى مع الجاج الى ما بغيتوش تستعملو الحوت وممكن تخلطوهم بجوش ممكن تستعملو يعني الحوت وتخلطوه مع آآ آآ مع الجاج يعني جي حشوة تاغي ماخ تجي لدي ده بزاف انا متأكدة باناكم هتجربوه هتعجبكم لان المدقات اللي فيها يعني كيعجب بزاف ديال الناس سافيه هناك كيف شطوراني خديت نفس الخبيزة اللي اللي حطيت في القاعدة هي اللي درتها من الفوق يعني ملوية مرقا مزيان لأزتها من الفوق وكن هز من المول باش كاتجيني سهلة يعني باش كن نقمطها مزيان آآ وممكن يعني تستعملوها بلما تستعملوها بلما تستعملو المول عاد تحطوها في المول غي انا باش دينيني شان لك تخونت اه تخونت دو سنتيمتر دكشي باش خدمت المول انا هادي راغيم سمنا و جريتها هاكده على ثلاثة وطافي ماشي يعني زواق ماشي شي حاجة يعني بما انا انا محطرها غير لوليدة ديالي حطرتها غير عادية ما كتر شلاق اكتر تزواق ونتو مزينوها باش ما بغيتو يعني ممكن نزوقو واحدة بورق نوري ممكن كيني بزا في ديال الافكار اه اللي ممكن نزوقو بها البسطيلة ففي هنا كنتقبوها ضروري من هاد العملية باش كيخرج يعني الهواء من الداخل اه باش لا فابوح كتخرج من الداخل وما ترتقش لنا البسطيلة ففي هنا رجعتها في المول سخنت الفرن درجة ديال الحرارة دياله في الاول كيف العادة كيف دايما كنقول ها دائما في هاد المسمنو لهاد البسطيلة اللي كتكون كبيرة دايما درجة الحرارة ديال الفرن كيهضر على الفرن الكهربائي اما الفرن ديال الغاز ما كنعرفش نطيب فيه اه يكون الدرجة ديال الحرارة مرتفعة ومن بعد كنهبطو درجة ديال الحرارة باش كنخليو الطيب هدي التقنية يعني مش خرجتها من دماغين تقنية كيستعملوها اه لشاف في لبات فيتي وهنا رسل نفس شيء كنطلعو الدرجة ديال الحرارة ومن بعد كنعودو ننزلوها باش كنطيب لنا لداخل هدا هو السر هاكي شفتو هادوك اللي نام يعني وجدهم اه عادي قطعتهم على اربعة ووجدهم ففي هنا ها هي طابت كيف قد لكم يعني السر ديالها باش كتجينا يعني ديك الورقة طيبة مزيان هو طيب يعني كنركز على هاد المسألة اه لا حطرتو مسمن كبير او اه او هادوك اللي توخت او هاد البسطيلة طلعو لدرجة ديال الحرارة ديال الفرن باش تحمر ومن بعد عودو ننزلو باش ما تبقاش تحمر وطيب من لداخل باش يتخليها الطيب مزيان من لداخل كتجي طيبة وكتجي مقرمشة وانا ما كندهنش بالبيض لان البيض ما كي كيكون مقرمش غيدي كتساعة فاش يالله كتحطوه من بعد كتح ديك القرمشة كتمشي تكشي باش ما كنستعمرش البيض هنالبغيتو يعني المنظر ديال هيكون بغيان وحتاس بغيو تحطوها ودهنوها بشوية ديالزيت الزيتون باش تعطيها لمعان ومضاق كي شفت وراجة ام قرمشة اه هي دا بقطعت لكم طريف باش تشوفو من لداخل كيفاش يعني لابات ما كيناش بحلة ما كيناش يعني ما غيشي شوية ديال لابات جات اللي دا بزافتونة ان شاء الله تجربوها وعوشرك وبركة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله